مما تكون به النجاة يوم القيامة وهو أمر يجدر بالمسلم أن يعنى به عناية أشد عند حصول الفتن ونشوبها ففي الترمذي عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قنت يا رسول الله من نجات قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك فذكر هذه الأمور الثلاثة العظيمة لنيل النجاة وتحصيلها الأول حفظ اللسان وصيانته املك عليك لسانك وتأمل هذه الكلمة ما أجملها وأعظمها املك عليك لسانك لأن كثير من الناس لا يملك لسانه ولهذا تجده يتكلم بكلام لا خطام له ولا زمن ولا يحاسب نفسه في أي كلمة يقوله ولا يبالي فهذا لا يملك لسانه والأصل أن من يملك لسانه أن يزن كلامه أو ما يريد أن يتكلم به قبل أن يتكلم كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت متى يكون الإنسان كذلك فليقول خيرا أو ليصمت متى يكون كذلك إلا إذا كان يزن كلامه قبل أن يتكلم وهذا هو الذي يملك لسانه الأمر الثاني قال وليسعك بيتك وهذا فيه بعد الإنسان عن الفتن ومواطنها ولزوم البيوت فيه أمنة والسلامة وعافية الإنسان من الفتن مع أن الفتن في زماننا هذا دخلت البيوت فتجد الشخص مثلا مغلقا على نفسه الباب في غرفة في داخل بيته ولكنه يفتح جهازا يجلب له الفتنة في قعر بيته وفي داخل حجرته فتدخل عليه الفتنة العظيمة المهلكة داخل حجرته وهو جالس وحده وهذا النوع من الفتن لم يحصل في الأزمنة السابقة والأزمنة الأولى وهذا يقتضي أن لزوم البيوت أيضا يكون مع الحذر من الفتن التي سجدت في هذا الزمان ووقعت داخل البيوت فلا يعني لزوم الإنسان للبيت أن يدخل من خلال هذه الأجهزة المحمولة أو الثابتة إلى مواطن الفتن بنوعيها فتن الشبهات أو فتن الشهوات وإذا كان جلس في بيته وفتح على نفسه هذه الأبواب أبواب الفتن ربما كان أمره أخطر مما لو كان في الشارع مع بعض الناس أو الرفقة الذين شرهم دون الشر الذي في تلك القنوات وخطرهم دون الخطر الذي في تلك القنوات فإذا قوله وليسأك بيتك لا بد فيه في هذا الزمان من علاة بهذا الباب وأن يحذر الإنسان مما يسمى بالخلوة العصرية لأنه لم توجد إلا في هذا العصر خلوة العصرية مع آلات الفساد آلات الشر تجد كثير منها الناس شباب وشابات يغلق على نفسه حجرته ويفتح هذا الجهاز ومن خلاله يدخل على الأمكنة الموبوئة ومواقع الفتن وأماكن الشر والفساد فيتسلل إلى قلبه والعياذ بالله المرض ويدخل عليه على قلبه الفساد والعياذ بالله وقوله وابكي على خطيئتك وابكي على خطيئتك الخطيئة الخطيئة التي يبكي عليها وهي مفرد هنا ابكي على خطيئتك والقاعدة عند العلماء أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم يعني خطاياتك خطاياك بمعنى أن تستحضر أنك عبد مذنب مفرد في جنب الله مقصر مرتكب للذنوب والخطايا فابكي بكاء ندم بكاء أسف على تفريطك في جنب الله سبحانه وتعالى والندم توبة بل هو بوابتها ومدخلها ولس فيما إذا شعر العبد بالذنوب وخطرها وعظم ضررها على العبد فإذا هذا الحديث العظيم الجامع فيه أن من أسس النجاة العناية بهذه الأمور الثلاثة الأول أن تملك عليك لسانك إذا لم تملك لسانك ما الذي سيحدث ما الذي سيحدث انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا إذا ما لك الإنسان لسانه وصانه وحرص على حفظه انظر الخطورة وقال عليه الصلاة والسلام لمعاد قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنتهم فالأمر أمر اللسان خطير جدا في باب الهلاك ولهذا من أنسس النجاة حفظ اللسان أتدري أن هذا اللسان جنايته عندما ينحرف ويعوج على البدن كله فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوجج عوججنا فهذا يدل على أن الجوارح كلها أن الجوارح كلها تبع لي اللسان فإذا استقام استقامت وإذا أعوج أعوجت ولهذا بدأ به قال املك عليك لسانك ثم ذكر الأمر الثاني عليه الصلاة والسلام وهو لزوم البيوت لكن لزوم البيوت على تقوى لله عز وجل وخشية منه وبعد عن الفتن ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى وحفظ للوقت فهذا من الأمور العظيمة التي تكون بها نجاة العبد والأمر الثالث في هذا الحديث البكاء على الخطيئة أو الخطايا والذنوب وأن استحذر ذنوبه وخطاياه وكثرتها وتعددها فيبادر إلى الندم والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى